في إطار إحياء ذكرى استشهاد القائد الشهيد خليل الوزير وذكرى النكبة عقدت منظمة تونسية ندوة تضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور عباس زكي عضو اللجنة المركزية لفتحة وسفير دولة فلسطين هائل الفاهومة وعدد من ممثل الأحزاب التونسية والمنظمة الحقوقية اليوم كامل الإنسانية تنادي بوضع حد لهذا الإرهاب الصهيوني على الأراضي الفلسطينية بل أن الدعوة اليوم ستكون كيف يمكن محاسبة هذا الكيان الصهيوني الذي التسقت به جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فالدعوة اليوم هي محاسبة كل رموز الكيان الصهيوني بتهمة جرائم الحرب والاعتداء على الإنسانية وكلمسة وفاء لروح أمير الشهداء أبو جهاد تم عرض فيلم وثائقي عن حياته ونضالاته من أجل الوطن وألقى عضو اللجنة المركزية لفتحة كلمة أكد من خلالها على مواصلة الشعب الفلسطيني النضالات التي خطها القادة الشهداء حتى إقامة دولة مستقلة هذه الندوة التي تقوم بها شبكة تونسي للتصدي لمنظومة التطبيع نريد أن نوصل من خلالها رسالة أن الشعب التونسي مع فلسطين ومع المقاومة ومع كل شعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه وإقامة دولته على فلسطين كل فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس كل شعبنا يعاني في القدس في الضفة الغربية في قطاع غزة المعاناة مستمرة وإحنا اليوم نخلد الشهيد أبو جهاد تخليداً لكل الشهداء اللي سقطوا على أرض هذا الوطن وخارج هذا الوطن طبعاً تونس دائماً في المقدمة يعني اليوم نحن في تونس جايين لنحيي ذكرى أو حفل تأبين للشهيد أبو جهاد وتداول الحضور على كلمات جمعوا فيها بين عرض أهم محطة نضال الفلسطينية وبين واقع فلسطين في ظل التغيرات الإقليمية وحرب الإبادة على غزة تحركات ووقفات وندوات متواصلة في تونس تموضع البلاد في موضع المدافع الشرسي عن الحق الفلسطيني لتؤكد تونس دائماً على ثباتها في دعم فلسطين لتلفزيون فلسطين حيات بنهلال تونس